مجموعة من الفنانين صمموا عدد من اللوحات المصنوعة من الفوسيفساء عليها صورة اللعب الارجنطيني الراحل مارادونا وده طبعا كان بهدف تخليد ذكرى أسطورة كرة القدم لوحة مصنوعة من الفوسيفساء تحمل صورة أسطورة كرة القدم دياجو مارادونا كشفت عنها مجموعة من الفنانين النقابة مؤخرا بهدف الاحتفاء باللعب الأرجنتيني الراحل وتظهر اللوحة صورة لمرادونا وهو يرتدي قاميسا لأحد الأندية التي لعب لها بينما ينظر إلى الأفق وتتألف اللوحة من أجزاء صغيرة لضمان بقائها على هذا الشكل وسهولة إصلاحها إذا ما تعرضت للتخريب وعرضت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم كوماندو مارادونا اللوحة الفسيفسائية أمام ملعب فريق أرجنتينيز جونيورز الذي لعب مارادونا في صفوفه في بداية مشواره في عالم كرة القدم واللوحة واحدة من عدد من اللوحات التي أبدعتها مجموعة كوماندو مارادونا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لإحياء ذكر وفاته وقال الفنان التشكيلي جونزالو لوباز لاوش صاحب فكرة اللوحات الفسيفسائية إنه وزملائه كونوا مجموعة كوماندو مارادونا بهدف تصميم لوحة جدارية في الخامس والعشرين من كل شهر لتخليد ذكر اللعب الذي توفي في الخامس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي ووضع هذه اللوحات في أكبر عدد ممكن من الأماكن العامة في البلاد ووجهت مجموعة الفنانين دعوة لسكان المنطقة الواقعة في العاصمة بوانسايرس لتركيب القطع الأخيرة في اللوحة مما يعكس ما كانت مارادونا في قلوب أرجنتينيين كبطل قومي ترجمة نانسي قنقر